السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مصر رحمة العبد من قناة الدروس العالمي اونلاين. ان شاء الله نكمل مع بعض اللي احنا بدأناه من شرح بحل كتاب المعاصر للصف الاولى الثانوي. هناخد النهاردة الجزء الاخير من الوحدة الاولى. الجزء الخاص بالسكيلز بالمهارات. وكمان بعض الملاحظات الخاصة بالجرامر. وكمان هنحل التست بتاع الوحدة. ونقول السبب بتاع الحل. ومعانا النهاردة كمان كهدية. المقال جاهز بتاع التست بتاع الوحدة. بنقاط معينة. وكمان مترجم عشان اسائل عليكم الموضوع. نبدأ بقى مع اول حاجة. طبعا نجاب لي بعض الملاحظات الخاصة بالجرامر وممكن اقول ديت ان الجرامر من ما بين السطور بتاع الوحدة. طبعا هم مزجراش في القاعد الاساسية بس نذكرها دلوقتي. كلمة اول حاجة. طبعا احنا عارفين معناها لذلك. هنا بقى جاي بيكلم لان هي معناها جدا. بس يجي بعدها صفة او ظرف. يبقى لو جاي بعدها صفة او ظرف للأجكتب او الادفيرب يبقى معناها جدا. زي كلمة كده. مثلا. you can answer this question. ممكن تجاوى بالسؤال ده. it's not so difficult. طبعا هو مصعب جدا. يعني it's not very difficult. we have enough time. I don't know why you are driving so quickly. احنا معنا وقت. انا مش عارف انت بتسوق بسرعة عليه جدا. يبقى so quickly هنا so جدا. جات قبل كويكل اللي هي الظرف. اللي فاتت so جاي قبل الصفة اللي هي difficult. كمان so لو جيه وراء صفة او ظرف بس معهم كلمة that معناها جدا لدرجة an. نشوف كده المثال. the exam was so easy that all students buzz it. ازور هنا الانتحان كان سهل جدا لدرجة ان كل الطلاب نجحهم. ده هنا جاي بعد so جاي بصفة that. ممكن تبقى so ظرف او حال that. he ran so slowly. that he came lost in the race. هو طبعا كان بيجري ببط جدا لدرجة انه هو طلع الاخير في السباه. طيب الملحوظة التالتة. كمان so ممكن اجيبها بديل لتكرار صفة او ظرف بمعنى هكذا او بهذه طريقة. مثلا. the wizard is cold. الجو برد. and i think it will remain so. واعتقد انه هيظل كذلك. هنا so عايد على مين? عايد عليك. الميت cold for another two days. اظن انه ايه? هيظل كذلك لمدة ايه? يومين كمان. النوطة الرابعة. ممكن كمان استخدم so كبديل لتكرار عبارة بمعنى ذلك. لما مثلا اتنين يكونوا بكلومة مع بعض حد يقول له. do you think رقايا will come first? هل تعتقدون رقايا? هل تطلع الاولى? قال له i think so. انا اعتقد ذلك. ذلك اللي هو ايه? لو i think she will come first. كمان ممكن so. نجيبها كمان في الصغة اللي جادب بمعنى وكذلك. يبقى so. اجيب فعل مساعد او ناكس واجيب فعل. مثلا. مصر حلمي. after the meal. مصر حلمي شعر بالمرض بعد الوجبة. and so did mister اشرف and fady. وكذلك mister اشرف وفادي. my mother likes spicy food. so do i. يعني ماما بتحب الفعم الايه? المتبل. وكذلك انا. اذا بعد so ممكن يجي فعل مساعد واجيب فعل بمعنى وكذلك. ممكن كمان نقطة ستة استخدم so عشان تربط بين جملتين اللي احنا عارفينها بقى بمعنى لذلك او لهذا السبب. وهياتي بعدها جملة نتيجة. طبعا هي كده عكس because. طبعا احنا عارفينه القادة من زمن اوي. مصر عبدالرحمن was tired. مصر عبدالرحمن متعب. so لذلك he went to bed early. هو راح ينام بدري. اخر ملحوظة خاصة بكلمة so. so that. تربط بين جملتين بمعنى حتى او لكي. ويأتي بعدها جملة نتيجة. مثلا. I want to get an underwater camera. انا عايز اجيب كاميرا اللي بتصور بها تحت المية. so that. لكي او حتى I can take photos of the corals. عشان كده قدر اخد صور اللي اي بقى للشعاب المرجاني. ننتقل النقطة تانية في اللي ايه? الانجي. احيانا بنستخدم الفعل في اي 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 جي كبديل لعبارة وصل. ركز بها عشان ديت الحالات اللي بنحزف فيها ضمر الوصل. هو او which is that? بوراها جملة مبنى معلوم. بتساوي الفعل في اي انجي. I have a cousin who works for a tourist company. انا عند ابن عمي. الذي يعمل بشركة السياحة. عشان اجيب هنا هشيل كلمة who works. اروح الاي? I have a cousin cie working for a tourist company. والمعنى صحيح مية فلمية. اب晩 انا عند ابن عمي يعمل في شركة سيحة على طول هنا مرحوظة تانية يقول لك with ممكن تساوي who أو which that زائد have لاحظ إستخدام كلمة with كبادلة عبارة وصل who which whom that أجيب وراهم have أو has بتاع الملكية أو had وأجيب اسم بتساوي with ذائد الاسم ركز بقى لأنها فينا الملكية I saw a little girl قل أنا شفت بنت صغيرة who has اللي عندها green eyes and long hair وشعر طويل يعني لون عينها خضرة وشعرها طويل نفس المعنى هروح إلي بقى I saw a little girl with أنا شلت إيه شلت who has وحطت كلمة with بس اللي هي the green eyes and long hair يعني أنا شفت بنت صغيرة زو عينين خضراء وشعر طويل نفس المعنى بالزبط مثال تاني they live in a tiny village هم عايشين في قرية صغيرة جدا who has no اللي ما فيهاش أصلا أي محلات طبعا عايز أجيب نفس المعنى they live in a tiny village with no يعني ما فيهاش ايه محلات تمام ناخد ملحوظة تانية الملحوظات دي الصراحة يعني جميلة جدا تخليه واحد يراكز أكتر ممكن نتستخدم الفعل بعد بمعنى عنده أو حينه عشان أعبر عن ايه عادات ركز معي بقى أو أحداث يبقى ايه عادات ايه أو ايه أو أحداث متكررة بشرط انه يكون الفاعل ودي مهمة جدا اهو بشرط يكون الفاعل ايه نفس فاعل الجنة الرئيسية ممكن تكتب جنبها يكون الفاعل واحد في الجملتين يبقى وين زيقات جملة بتساوينه ركز معي لما سما بتشرب التعب هي بتتوقف على العمل من اللي بيشرب التعب سما من اللي بيتتوقف على العمل سما برضو فلما اقول الجملت دي افهم منها ان لما تعبد سما توقفت على العمل لكن لو اقول أنا ممكن افهم الكلام ان واحد تاني غير عالي هو اللي كان تعباه لكن بشرط بما اجيب وين وراء ان جي لازم اكون فاهم ان الفاعل في الجملتين واحد معلومة كمان او نقطة كمان or او otherwise وإلا بنستخدمهم في الجملة الشرطية بمعنى وإلا بدل if وunless احنا عارفين ان if معنىها إذا أو لو وunless عكسها اللي إذا لم مثلا you must study hard يجب ان تكتعت في اللي في المذاكرة otherwise وإلا you won't pass the exam وإلا لن تنجح في الانتحان يعني بتساوي if you don't study hard you won't pass the exam إذا لم تذكر بجد لن تنجح في الانتحان unless you study hard you won't pass the exam نفس الكلام لإن unless بتساوي إيه في المنفية فقلت unless you study hard you won't pass the exam الملحوظة لبعد كده someone وanything وطبعا كل الكلمات اللي على شكلتها يعني زائد الصفة ركز معي بق تأتي الصفة بعد الكلمات التالية وليس قبلها حتة حلوة السنة يا مصر ده انت قلتنا قبل كده وإحنا بتكلمه في المشتركات إن الصفة تصف الاسم وتأتي قبله والحال يصف الفعل ويأتي بعد ده بيقولك الكلمات ديت ما بتجيش قبل الصفة بتيجي بعدها ركز بها معي بق ودي الحاجة المهمة بق كلمات دي كلها بتيجي بعدها الصفة مش قبلها يعني أقول إيه I sat naked to someone important on the plane والله أنا عادت جنب شخص ما مهم منفعش أقول important someone دي غلب Children like everything in you الصفة جاي بعد everything الأصطل بيحبهم أي شيء جديد إذن منفعش أقول new everything مرحوظة كمان it ممكن يقراره بمعنى من لما أقول It's difficult to understand this lesson without your teacher's help يعني إنه من الصعب أن تفهم إنه من أن إنه من الصعب أن تفهم الدرس ده بدون مساعدة المدرس It's enjoyable دي كلها صفات خلبك و difficult ديها الصفة و enjoyable ديها برضو صفة تمام To spend your free time in the club طبعا شيء ممتع إنك تقضي وقت فراغك في النادي ممكن أقولها بطرعة تانية It Verbe to be لو أمو إز و آر ووز وير صفة Of أو فور بس هنا هجيب فعل بقى وبعد كده طول المصدر مثلا It's easy for Ayman To do this work on his own من السهل للأيمن بدلا قلت فوري بقى أجيب الشخص اللي بأكلم عليه أن يقوم بالعمل إيه بمفردي It's a kind of you ده شيء طيب منك To help me solve my problems تساعدني في حل مشكلاتي كمان نقطة عارفينها قبل كده النقطة اللي جاءة ديات Help مصدر أو help tool مصدر واللي تنصح ممكن نجيب بعد help مصدر أو tool مصدر لم أقول طبعا دون اختلاف المعنى I help the sama to do the cooking أنا ساعدت سما أن تقوم بالطهي أو I help the sama do the cooking على طول The babysitter helps to look after the baby طبعا اللي بتعتني بالأطفال مربية الأطفال بتساعد في الاعتناء بالطفل The babysitter helps to look after the baby نفس الكلام بفيش فرق في المعنى نقطة كمان كلمة بايزي بايزي ويف بيجو راه نون لو بايزي بس ممكن يجو راه نجي لما أقول المدير مشغول مع بعض العملاء الزباين يعني We were basically doing the housework احنا مشغولين بعمل الواجه يبقى بايزي ويف بيجو راه نون لكن بايزي بس بيجو راه نجي الفعل ممكن يجو راه مفعول واجب فعل مصدر أو فعل في نجي خلي بالك بقى الأفعال الآتية يستخدم بعدها المصدر ليدل على متابعة الحدث ركز بقى بالكامل مع مين مع المصدر تمام ويأتي بعدها نجي ليدل متابعة جزء من الحدث يعني ايه الحتة دي بقى ركز معاه بقى يبقى لما تابع جزء من الحدث بجيب ايه لما تابع الحدث كله هجيب وراها ايه مصدر تمام ايه اللي هفعل دي بقى سي يرى وات يشاهد هير يسمع نوتس يلاحظ ركز بقى أنا شفت الشمس يبتغرب اذا انا شفت هنا الغرب الكامل بدل جبتي سي ومعها مصدر لكن يقول لك أنا كده شفت جزء من الغرب بس تمام يبقى الان جي مع الأفعال دي يبقى جزء من الشيء او جزء من الحدث لكن الأفعال دي معها مصدر يبقى الغروب او الحدث بالكامل تستخدم كحرف جار بمعنى بما في ذلك او مشتملا على طبعا ما في ذلك عكسها في معادة ركز معايا انا اتصلت بكل اعضاء العيلة ومن ضمنهم عمي اللي طبعا عايش في كنا يبقى نكلون الجانية بما في ذلك كلمة عارفين انه ممكن بعناها يتوقف او يوقف او يمنع استوب تقول مصدر يتوقف عما كان يفعله لكي يكون بعمل مثلا بينما لين كانت تقوم بعمل الواجب توقفت عن عمل الواجب عشان تعمل نفسها في ان كان شاي ده لو جي وراء طول مصدر يتوقف لكي يكون بعمل شيء لكن لما جيب بعد هو كده توقف عن فعل الشيء بشكل دائم او مؤقع بمعنى اصر اشرف توقف عن الدردشة مع صحاب اونلاين عشان يراجع للمتحان لكن لما اقول جيب واجيب مفعول واجيب ده كده هو بيمنع شخص من القيام بشيء مثلا مصر ايمن منعنا من التحدث لبعضنا البعض مصر ايمن الاتنين صحيح اما جيب او ما جيبهاش المهم مفعول نجيب نحل سيلا انا على فكرة قلتها بس هنا مفي شوية اي وز بيزي كنت مشغول بعمل واجب لما انت اتصل بقى ايه يبقى دوين لاني بيزي يجو را اي نجي نمبر انا عارف اسماء كل الناس اللي في شرع بتاعنا بما في ذلك الاصر الصوار يبقى ايه تمام نمبر ثري احنا احنا قلنا وين ممكن يجو را ايه بس لازم يكون الفاعل بتاع جملتين واحد يبقى عندما غادر البنك المدير كان ايه كان مجهد وتعبان جدا من اللي متعب المدير ومن اللي غادر المدير برضو تمام نمبر الاطفال طبعا بحبه ايه كارتون تموجير والله ده كبر كمان لانهم ايه طبعا فاني فاكرين صو لما يجور صفة معنا ايه جدا تمام نمبر شافت باباها شافت باباها يعني بيغادر للعمل يعني بدري عن كل مرة احنا قلنا كلمة صو لما يجور ورها اسم يعني او فاعل بيجيب وراها ايه يا اما طول مظر يا اما فاعل 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 هو رايح نحن وقبل ايه فاقت تمام اذا هي بتشوف ايه هنا بتشوف جزء من الحدث ده شيء لطيف منك انك تساعدها بسمها اسم ايه تمام نمبر سبن ولا انا كنت مضطرة لبس اليونيفورم طبعا ايه مش هشارك فين في اللعبة يبقى لا لازم البيس اليونيفورم وإلا لن اشارك يبقى ايه يا اما اور يا اما otherwise تمام بقى لترسي otherwise وإلا نمبر نمبر ات هو بيكتب ايه لدرجة انا مش قادر اقرأ اي شيء طبعا مو بدل بيكتب بطريقة سيئة جدا انا مش قادر اقرأ ولا كلمة يبقى معناها جدا جاورها المراضي الظرف او حال نمبر هل ممكن تقترح علي خلي بالك طبعا الناس اللي مش مركز هتروح ايه اقولوا ايه يقول ايه مصر ما هو الصفة بتجي قبل الاسم ما احنا قلنا في كل الحالات تنفع معدل الحالة دي غلط اقول او تمام نمبر ما كانت تعبان لدرجة ان هي نامت في الكرسي بتاعها يعني اذا وجب صفة وزات يبقى لدرجة ان يبقى تمام نمبر ساعدنا في عمل التجربة يبقى 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 تمام نقوم بعمل التجرب نمبر ثلاثين طبعا يوسفل مفيد لنا ان احنا طبعا نشتغل وفق خطة عمل نمبر 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 عنده وفيها حمام سباحة يبقى يبقى with a swimming بول كمام نمبر نمبر انا سمعت الطائر طبعا هنا ما ينفعش طبعا اقول سنج بس ما وصل ان سنج بس مش موجود يبقى يبقى وهي وغني نمبر سكستين اه بيكلم بي اه بيقول له هل عمر مريض فقال له I think اعتقد هو يبدو عليه شاحب يبقى انا اعتقد ذلك ان هو مريض يبقى سو تمام نمبر سيفنتين الحصان طبعا العزو لك وقف جنب البوابة ده ملكي يبقى الحصان ليه يبقى ونقول له مروة لانسان مكتدى في العمل ايه احنا قلنا لما تيجي ازلو كذلك انا بيجو راح فعل مساعد ويبقى كده فاعل يبقى ايه الصح هتبقى طبعا وكذلك انا يعني بيوصف نمبر نايتين شازا شازا ساعدتنا كلنا عشان نستعد للمسابقة يبقى يجيب وراء مفعول حاجة من الاثنين هنا جاب لي طول مصدر تمام نمبر بيكارف الاحترس يو مايت فول وإلا ستسكت او طاقع يبقى ايه يبقى تمام اي نو دا جير قلو انا عارف البنت دي انا عارف البنت دي اللي ايه يعني زو يجيب السوداء يبقى ايه يبقى تمام كان بيقول لي لو جات معاه اقول شلتهم وحضرت ناخد بقى كده الجزء الخاص المهارات اللغوية هنبدأ قطعة الفهم هنقرأها ونحل على اسئلة طبعا وانت بتحل قطعة الفهم فيه اكتر من خطوة لازم انت تعملها وانت بتحل من ضمنهم واشهر اتنين حاجة اسمها معناها كراءة عابرة بتكرأ الفقرة كلها مرة واحدة في الاول عشان تفهم بتتكلم عن ايه بعد ما تكرأ اسئلة بتعمل يعني بعمل تدقيق عشان اوصل لمعلومة معينة سواء كان بالاستنتاج وهكذا تمام او بالتخمين حسب ما يكون يعني نشوف كده القطعة العالم الطبيعي حوالينا فعلا عالم رائع كلمة معناها رائع طبعا مليء باشياء واضحة واشياء غامضة طبعا احد الاشياء المذهلة طبعا من ادرش نستغن عنها هي الاشجار او الشغر يعني ليه الاشجار مهمة يعني واحد ممكن يرد يعني اجابة بسيطة السؤال ده يقول ايه الاشجار بتديني الخشب نستخدمه عشان نعمل الاثاس واشياء اخرى ومع ذلك ومع ذلك الاجابة ديت يعني اجابة تقليدية ومحدودة جدا ده الاشجار لها اصلا فوائد عديدة طبعا بتزود الناس بالأخشاب عشان ليه يبنوا بيها او الحرارة يعني ايه يدفوا الجو بيها يعني او التدفئة كمان بتزود الناس طبعا بالايه بالظل بتاع ايه على جانبي الطريق يعني في الحقول في العالم الحديث بقى الاشجار مهمة جدا ده هي تعتبر من احد المكونات الرئيسية لالاف المنتجات طبعا بالمتجات الخشب البارزة والمهمة الواضحة يعني الربر المطط المطط بينعمل من بعض الأشجار بالإضافة إلى بعض الأشجار بعض الأشجار والتوثباست تعتبر من الخشب تربينتين تربينتين ده دي مادة كيميائية احد المواد الكيميائية الرئيسية اللي بتنعمل أصلا من الخشب من ناحية العلمية طبعا الأشجار تساعد الأرض على التنفس تأخذ يعني يمتص كربون دايوكسايد تأخذ سينكسل كربون وتطلق الأكسوجين طبعا ده طبعا ده بيساعدنا في طبعا ايه زي يقولهم تنقيط الكونتاميناتد اير اللي هو الهواء الملوث اللي بيأسر على صحيتنا بطريقة سيئة العلماء النبات سيذت بيقولهم العلماء النبات بيقولهم إن أطول شغلة في العالم هي اسمها جايانت سيكوية اللي هي سيكوية العملاقة موجودة في كاليفورنيا الخالبات من طول بتاعها بقى طولها تلاتة وتبنين وتبنين من عشر يعني تريبا اربعة وتبنين متر خالبك اربعة وتبنين متر الدور عندنا مثلا تلاتة متر اضرب بقى تلاتة في كامعة شيء دي لك تامين يعني عالية جدا عمرها من الفين وتلاتمية الى الفين وسبعمائة سنة تخيل نشوفها الأسراب في عدنا نمبر جايانت سيكوية اطول شجرة في العالم طريبا طولها ايه طعم بيكامعة طول يبقى ايتي فور ميتر تمامه حتى اللي تقريبا اربعة وتمين متر هو اللي تلاتة وتمين متر وكم تمانين من عشرة يعني اربعة وتمين نمبر تو نوات is one of the basic chemicals which are made from wood احد العناصر الكيميائية الرئيسية اللي معلوم معمولة من الخشب يبقى ايه طبعا يبقى ايه طبعا يبقى بتكلم على جيربين تاين تمام نمبر ثري the underlying word contaminated gives the same meaning of كلمة contaminated بتدي نفس المعنى بتاع ايه احنا قلناها polluted ملوث نمبر فور which of the following is not خلي بالك شو عمل لك نط النكابتل ازاي ايه من التالي ليس a benefit of trees يعني من فواد الاشجار اذا فيه ثلاثة يعتبر من فواد الاشجار واحدة طبعا ما قالهش لي ايه they give us light وطبعا ايه الاشجار ما تديناشوا تضو نمبر فايف which of the following is not mentioned in the passage about the use of wood ايه من التالي لم يذكر في القطعة من استخدامات الخشب يعني فيه ثلاثة زكرم واحدة لأ طبعا ايه making medicine تمام ما قالش ان الخشب يتم ايه بينعمل في تصناع الدواء او بيصنع منه الدواء نمبر سيكس the best title of the passage is افضل عنوان للقطعة يبقى ايه وكل كلام عن الاشجار يبقى the importance of trees نمبر سيبن the second paragraph of the passage talks about تاني باراغراف القطعة بيكلم عن ايه طبعا بيكلم هنا على منتجات حديثة مصنوعة من الخشب بعد كده جايب لمقال بيكاهم على voluntary work عمل تطوعي تمام كاتب مقال مقدمة وموضوعه خاتمة وهنبدأ بقى في الايه في الترجمة طبعا الترجمة على النظام الحديث الاختياري اصبح بالنسبة لنا سهل بس نفهم فكرته ماشي ازاي احيانا وضع الامتهان بيلعب على نقطة خاصة بالايه بالكلمات نفسها لو اشتغل على الكلمات بيجيب لك كلمات متشابهة في الحروف لكن مختلفة في المعنى فاللي مش هيركز هيغلط كمان بيجيب لك كلمات متشابهة في النط والمعنى مختلف تماما فاتخلي بالك من الحاجات دي ممكن يشغل على فلازم نكون مصحصة لك سواء كان مابن المعلوم او مابن المنكور والمفرط والجامع وهكذا نشوف كده ابدأ بقى بحاجتين بقى تعمل ايه اسم الترجمة اللي عندك بجزئين وكمان ابدأ باستبعاد الاجابة الغلط هتسهل عليك الموضوع نشوف كده اول حاجة بقولك تعتبر السياحة مصدر رئيسي من مصدر الاقتصاد القوم هنا يقولك هو اقتصاد قومي ولا دخل قومي اقتصاد قوم اذا اول واحدة دي هي ايه بقى كلمة اقتصاد دي غلط هعمل لك اكس على الايه على الاجابة الغلط تمام ولذا علينا ان نجز بالكسير كده هي دي غلط مية في المية يعني تعتبر السياحة مصدر رئيسيا من مصدر الدخل القومي دي صح هناخد جزء الاوراني بس دلوقتي تعتبر السياحة مصدرها رئيسيا من مصدر الدخل القومي برضو صح تعتبر السياحة مصدر رئيسيا من مصدر الدخل الأسري لا اسري ايه يا مصر? ده مفروض داخل قومي مش اسري. ازا ده برضو غالب. تمام? يبقى منول جزء من الجملة طلعت اتنين بره. نشوف كده. نشوف اللي اتنين اللي احنا ما كلمناش عليهم خلص بقى. ولذا علينا ان نجذب الكثير من السياح لزيارة مصر. ولذا علينا ان نجذب القليل من السياح لزيارة مصر. وفوق هنا بقول ايه? يعني الكثير. ازا كلمة القليل غالب. تمام? يبقى دي القليل دي غلط. ازا اللي اجابة الصحة بتاعة تبقى ايه? هتبقى تمام. شوفت احنا عملنا ايه بقى احنا محلية الترجمة? ببساطة ايه? واحدة واحدة. بشوف ترجمة تانية. كل السيارات اللي هي بدون سائق. انا كده حل. لا انا اقرى من غير محل بقى. ناخد واحدة واحدة. ان قيادة السيارات الكهربائية هو هنا جاب لكلمة قيادة ايه مصر لا. ده اللي هي السيارات بدون قائد. ازا كلمة قيادة السيارات هنا غلط. هنعمل لك عليها ايه? عشان برضو تبقى ايه تبقى واضحة ان احنا طلعنا من دي اتبر. تمام? طيب الجملة التانية لم يعد قيادة السيارات ما احنا قلنا بقى مش قيادة السيارات بقى ازا قيادة السيارات غلط. طيب جميع السيارات التي بلا قائد ستكون كهربية فهي انقى من سيارات البنزين وتقليل التلوث ايضا اعتقد دي ما تكون صحة بنشوف الاخرانية. ان استخدام السيارات القاربية انقى من السيارات البنزين. لكنها تزيد الجو تلوثا ازاي بقى تزيد الجو? يبقى كلمة تزيد هنا غلط? تمام? يبقى الايجابة الصحة بتاعتها هتبقى ايه? هتبقى لتر سي. تمام. نمبر ثري. ماني كاينز اف اانيمال ان بلانز نشوف واحدة واحدة كده. اول حاجة يقول لك كثير من الحيوانات العطوفة والنباتات. عطوفة ايه? نقول لك يعني انواع مش عطوف. اذا كلمة عطوفة دي غلط. تمام? هنعمل عليها عشان برضو تبقى ايه تبقى ايه تبقى ايه تبقى امور اضحى بلاش مربع ده? طيب كده الاولين يا بره. الجملة التانية. انواع كثيرة من الحيوانات والنباتات معرضة للخطر لذا يجب على الرجل ان يدفع اهتمام. الرجل تبقى المرأة. مصر ما هون بيقول مان? لا مان هنا مش معناها الرجل معناها الانسان. اذا كلمة الرجل غلط? تمام? ليه ترسيه? هناك انواع كثيرة من الحيوانات والنباتات الخطيرة. لا ده مش خطيرة ده معرضة للخطر يبقى كلمة الخطيرة غلط. تمام? اذا ايه اللي فاضل? ليه ترديه? لا انا عايزك بقى تقرأ ليه ترديه وتأكد عليها عشان في بعضوك وبقى غلطان في واحدة من اللي فوق ويروحوا غلطان في دي كمان يبدين عنده كده غلط مية في المية. اأكد على انا بختارها. اتعرض الكثير من انواع الحيوانات والنباتات للخطر كده مضبوطة. لزي يجب ان يهتم الانسان بالبيئة بشكل اكبر كده صح? يبقى دي هي الايه? الاجابة الصحيح عندنا. ناخد بقى كده بقى. اخترت رجامة الانجليز الصح. نفسي ترى برضو اللي فاتت. استبعد اللي جابة ليه ايه? غلط. نستخدم الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة القهربائية في بعض محطات الطاقة اللي عملها. هناخد واحدة واحدة. هو توليد الطاقة القهربائية اسمها لا. دي غلط. يبقى ايه? هنعمل على اكس. اعتقد دي صح. طيب نشوف اللي بقى ايه? هو مقالش اول ماجر هو قال ايه? قال انسان. اذا كلمة اول ماجر دي غلط. لان ماجر هنا محطات رئيسية وقالك محطات عملاقة. تمام? طيب. لترضي. هي بجارها مصدر في هنا غلط. يبقى اشوف السؤال غلطته فين? حتى بعد يقول لك ايه? انسان ماجر باور ستيشن. هي اللي جابة صح هتبقى ايه? هتبقى لتر بي. تمام? زي ما قلنا من شوية. بعد كان نمبر تو. جملة تانية. جميعونا مسؤولون عن حماية البيئة. فهي ليست مهمة الدولة والمنظمة واحدة. طيب نشوف كده جملة تانية. اعتقد ما فيهاش لك. we all have the responsibility for protecting the environment. it is the task of the state. ولا المفروضة اللي هنا ايه? فهي ليست مهمة الدولة. هنا بقول لي ايه تيزة تسكية مهمة الدولة يبدو غلط. كان جابة لي منفية. لتر سي. we all or we are all responsible for protecting the environment. it's the task of the state. برضو نفس الكلام. يبقى هنا بقول لك ايه? we all irresponsible كمان. ده هنا irresponsible كمان دي غلط. شوف دي هات. يعني هنا غير مسؤولين. ويجاب لك برضو في النص هنا ايه برضو. يبقى دول برضو لتاني غلط. لتر دي. we all have the responsibility اللي تقول لنا عندنا المسؤولية. to prevent the environment عشان ايه? نمنع. نمنع. هو لك بروتكت يحمي مش يمنع. يبقى دي برضو غلط. تمام. ازا اللي جابة الصح عندي هتبقى ايه? هتبقى ايه? هتبقى ايه زي ما قلنا في الاول برضو. مش اخر جملة في الترجمة عندنا? لقد اصبحها من الضروري ان او تشجيع الابحاث العلمية التي تهدف الى ترمية المجتمع المصري. ركز بقى وانت بتحله عشان ما تلخبطش. هنا بقول لك. it has become necessary. هنا بيكيم على فكرة. لا بيكيم غلط. انا قلتها بيكم بس دي بيكيم بدي غلط. جملة التانية. it has become necessary to encourage the scientific research which aims to develop the Egyptian society. طبعا لقد اصبحها ضروري ان نشجع اعتقد ديت ما فيهاش حاجة. طب هو بقول لك المجتمع المصري. مش الصناعة المصرية. يبقى كلمة اندستري دي غلط. الصناعة المصرية غلط. لترضي. it has become necessary to encourage the scientific research who aims to develop the Egyptian society. يعني قد اصبحها necessary to encourage. وفي الاخر بقول لك ايه? ايجيبت society. يعني مجتمع مصري او بقول لك المجتمع المصري. اذا دي برضو هتبقى غلط. اذا الصحة عندها هيبقى ايه? هيبقى طبعا اول وحدة لتربيه. مش اول وحدة لتربيه. it has become necessary. تمام. نجيب دل الوقت دورنا بقى مع حل التست بتاع النوت. اول سؤالين طبعا في الامتحان choose to the correct answers. اختر اجابتين. out of the five option من خمس اجابات. طبعا عايز احط كلمتين هنا مناسبين. طبعا هيبقى has a dangerous impact. له تأثير خطير. on the a. in environment على الايه? على البيئة. تمام. number two. he is one او he is on a trick throw the south goby desert. طبعا trick لرحلة ايه? برحلة طولة زي ما قلنا. ممكن في الجبل او في الصحراء. the word trick here is a synonym of. كلمة trick مراطفة لكلمة ايه? ليس ايه لك اهو? يبقى هايك. رحلة ماشية طويلة. او journey رحلة برية. تمام. وليتين بيسوها. بعد كده اختار بقى اجابة من اربعة. من رقم ثلاثة. we should protect the rare animals. especially in wild open reserves. نناسبا طبعا نحمي الحيوانات النادرة الايه? المعرضة للخطر يبقى endangered animals. خاصة in wild urban reserves. المحميات الطبيعية المفتوحة. number four. a uran is someone who works to protect animals. الشخصي بيشتغل عشان يحمي الحيوانات plants والنباتات or to protect old buildings او بيحمي المبادن القديمة. ده اسمه طبعا conservationist طبعا من حماية البيئة. number five. it's important to keep your children from bad company. مهم جدا تبعد اطفالك عن ايه? طبعا ايسوليت تعزلهم عن الصحبة السيئة. طبعا مش معناها شركة معنا هنا صحبة. number six. the train was so late. القطار المتاخر جدا. so we got four three hours. فبالتالي احنا ايه? طبعا اصبحنا عالقين لمدة ثلاث ساعات. يبقى ستق. تمام. number seven. my grandparents live in a in او ان او هنا in a or an village. close to the desert. اعزوا لك ان الاجداب بتوعيشين. فين طبعا? في قرية معزولة. طبعا ايه? قريبة من ايه السحراء. يبقى ايه? يبقى ايه? يبقى isolated village. قرية بعيدة منعزلة. number eight. I have of tasks to achieve before I leave the office. انا عندي طبعا ايه? يعني مهم كتيرة يبقى. يبقى loads of. اللي يبسوها a lot of. تمام? number nine. the notes you had helped us a lot in taking the right decision. الملاحظات اللي انت خدتها ساعدتنا كتير في اخذ القرارات الايه? الصائبة او القرار الصائب او الصحيح. يبقى ايه? يبقى the notes you had made. تمام? مش احنا قلنا اسمها make notes. فجابها لنا بالعكس يا. تمام? number ten. I a new mobile three days ago. اعزو لك ايه? انا شريت. موبايل جديد من ثلاثة ايام. هنا ماضي بسيط يبقى both. تمام? number eleven. we always in the street when we were young. هذا ايمن. خباك always موجودة ايه? هاولي يا مصر مدرع بسيط. احنا قلنا بقى ممكن always وظروف التكرار تجي في الماضي عادي. خباك always played. كنا نلعب. دائما. number twelve. when this house built. جاب لي هنا بلت تصريف تالت. في بالتالي المنزل مش هيبني نفسه. هيتم بناءه. يبقى جملة مبنية للمجهود. اذا نوز اول وتصريف تالت يبقى هنا ووز. تمام? number thirteen. it's a time. جمال نوات فوتبول with us. فاكرين it's a time. لما يجب ورها فاعل او يجب ورها جملة. تبقى جملة ايه? ماضي بسيط. يبقى بلايد. تمام. number fourteen. عمر اكروز زا سهارة last year. last year العام الماضي. يبقى ايه? يبقى cycle. يا مصر ليه مقولتش letter c. اصل letter c عايزة ايه? مش عاوز زمن محدد. هو بدل حدد للزمن يبقى ماضي بسيط. انما لو قال لي اكروز زا سهارة ممكن اقول was cycling. number fifteen. while you on holiday. just relax and don't think about work. السؤال ده جميل جدا لاني الناس كترة تلعبط فيه. تقول لي على طول while you were. طب ركز كده. وقول لك just relax في امر اهو. وكمان يقول لك don't think. لا تفكر. مش دي مضارعة. ايوة. ازان بعد while هيبقى ايه بمضار. يبقى while you are in a day. عندما تكون في اجازة او بينما تكون في اجازة. استرخي ولو تفكري في العمل. number sixteen. she did some shopping during two borsair. هي قامت ببعض الشوبنج اثناء ايه? اثناء زيارة بورسعيد. يبقى يبقى واحد يقول لها مصر during visiting two. ما كانش قال to. كان قال visiting بورسعيد على طول. انها عشان قبل to هتبقى visit اثناء زيارة. لان كلمة during بيجوارها نوين او بيجوارها في ing. بعد كده ناخد القطعة. وطبق ايطرا اللي قلت لك عليها بتاع ايه? فاكرينها? and scan. قلنا يعني قراءة عابرة. بتقرى بعد كده الاسئلة بتقرى الموضوع كله قراءة عابرة عشان تقرى في الموضوع العام. القراءة بعد كده الاسكان بقى قراءة دقيقة شوية عشان تطلع ايه? الاجابة بتاع الاسئلة. ركز في القطعة عشان نشوفها شوية مصطلحات عايزين تركيز شوية. العديد من الايه? الباحثين والمهندسين والمهتمين بالبيئة. طبعا بيعبرهم عن ايه بقى? اهتمامهم العميق. اهتمامهم العميق للتغيرات في المناخ العام بتاع العالم. بتاع الكوكب. الوقود الحفري ما زال مستمر يستخدم لانتاج الكهرباء. احتراق. الوقود ده طبعا بينتج ايه? بينتج غازات. زي سنسول الكاربون. غاز الميثان. طبعا ده ايه ده برضو احد الغازات. او اسمها ايه بقى? ده كلها غازات بتطلع في الهواء بسبب الاحتراقات بوقود الايه الخفري. تؤدي الى الاحتباس الحراري. التصحر. طبعا طبعا الاحتباس الحراري يؤدي الى درجات حرارية اعلى. the hazard of global warming. التهديد بقى بتاع الاحتباس الحراري is continuously causing major damage. ماذا? ليسبب تلف وضمار رئيسي to the earth's environment للبيئة بتاعت الايه? بتاع الارض. most people are still unaware of global warming. ما زال بعض الناس غير معين ومهتمين بالايه? بالاحتباس الحراري. and don't consider it a big problem. ولا يعتبروه اصلا بالمرة مشكلة كبيرة. in the years to come. what most people don't understand is اللي مش فهمينه الناس هو ايه بقى? global warming is currently happening. الاحتباس الحراري يعني حاليا بيحصل بيحدث. and we are already experiencing some of its withering effects. هنا اقول لك وحنا دلوقتي يعني عندنا خبرة بالفعل من طبعا ايه بقى? يعني خدنا تجربة من اثاره الايه? المهلكة. كلمة withering. it's severely affects. طبعا هو بيأثر بطريقة شديدة. ايكوسيس مع النظام البيئي. and the disturbs طبعا بيخل بالايه? بيعمل خلل في الايه? ecological balance التوازن البيئي. therefore some solutions must be devised. عشان كده لازم ان يكون فيه بعض الحلول يتم اكتشافها. alternative energy sources. اللي هي مصادر الطاقة البديلة. زي ايه? زي السولر. الطاقة الشمسية. wind. طاقة رياح. هيدرو. اللي يقولو عليها الايه? المائية. اه. geothermal. اللي هي الطاقة الحرارية بتاع الارض. and the biomass. الطاقة الحيوية. need to be seriously pursued. احنا محتاجين اللي الطاقة دي تحتاج ايه? الى متابعة جيدة وجادة. finding and using renewable sources ايجاد واستخدام مصادر المتجددة is one of the methods to combat the ever increasing global warming effectively. يعتبر طبعا استخدام المصادر المتجددة احد ايه? يعتبر احد طبعا الوسائل زي بقولهم او الطرق لمكافحة الايه? الاحتباس الحراري اللي هو ايه? او لمكافحة زيادة الاحتباس الحراري والمكافحة دي هتبقى effectively بصورة فعالة. since the continuous rise in the temperature of the planet is really upsetting. من ساعة ما اصبح الارتفاع المستمر في درجة الحرارة بتاع الكوكب يعتبر اصبح شيء مزعج. when sunlight reaches the earth. لما طبعا ضوء الشمس بيصل الى الارض. thirty percent of the earth's sunlight is sent back into space. بيرجع تلاتين في المهم الحرارة ديت الى الفضاء. while the remaining is absorbed by oceans. وطبعا البقية يتم انتصاصها وسط المحيطات. air الهواء and land والارض. this heats up the surface of the land. وده طبعا بيسخن سطح الارض. it's caused by anthropogenic activities. وده بيحصل بسبب الانشطة البشرية. anthropogenic يعني بشري. نشوف بعد كده بقى نمبر 17. desertification means. التصحر معناها ايه? طبعا clearing a wide area of trees. يعني ايه? ازالت منطقة كبيرة من الاشجار. نمبر 18. the underlined word it's refers to it. كلمة it's كانت تشري الى ايه? لما ترجع القطعة هتلاقي ايه? it's withering effects. تأثيرات المهلكة اللي هو ايه? الاحتباس الحراري. يبقى global warming. تمام? نمبر 19. scientists recommend fossil fuels in an attempt to solve the problem. العلمات طبعا بيوسم بايبقى? fossil fuels اللي هي الوقود الحفري. طبعا عايزين يقللوها في محاولة لحل المشكلة طبعا يبقى reducing تقليل. 20. burning fossil fuels global warming. طبعا حرق الوقود الحفري بيعمل ايه في الاحتباس الحراري? طبعا بينتك عنه لأ ده هو يؤدي الى. يبقى ليه زيتو. نمبر 21. the synonym of the underlined word ecological. مرادة في كلمة ecological. طبعا حنونا عليها ايه? ليه بيه يبقى environmental letter A. number 22. according to the passage وفق للقطعة. وينوات the destructive effects of global warming. هل لازم نعمل ايه بقى? لازم طبعا نواجه طبعا زي بيقولهم الايه? الاثار المدمرة بتاعة الاحتباس الحراري. يبقى ايه? يبقى ايه? يبقى ويفزد? طب وازاي بقى احنا واجهنا? لا. we are already facing. انا بالفعل دلوقتي نواجه بالاثار المدمرة الاحتباس الحراري. number 23. the best title for this passage is. افضل عنوان هيبقى القطع ايه? طبعا مواضح جدا. global disasters الكوارث العالمية. نحل معجات ترجمة زي ما حلنا من شوية نفس الطريقة. استبعد ان اجابها الغلط واسم جملة اتنين وخلي بالك من والجرامر والمفرد والجمع الشاب والحروف الشاب والمعاني والكلام ده كله. there is no doubt that education is the backbone of scientific progress. without teachers people will suffer from the darkness of ignorance. هناخد جملة جملة عشان ما منتوش يعني. الاولانية يقول لك ايه? لا شكة ان التعليم هو العمود الفقري لتقدم العلمي. اعتقد الثلاثة زي بعض. تمام? الاربع زي بعض. طب ازن الغلط هتبقى في الجملة التانية نشوف. without teachers people will suffer from the darkness of ignorance. وبدون المعلمين سيعاني الناس من اثار الجهل. اثار الجهل. طب ما هو كده هيعاني من اثار الجهل ولا من ظلام الجهل. نشوفها كده? the darkness. اه يبقى هنا ظلام الجهل. يبقى كلمة اثار غلط. تمام? معاني معناها لغوي صح. بس هنا غلط. عشان المعنى. وبدون المتعلمين سيعاني الناس. بدون المتعلمين. لا المعلمين. بقى ده غلط. من اولها كده. c. وبدون المعلمين سيعاني الناس من ظلام الجهل. اعتقد دي صحة. نشوف الاخرانية. وبدون المعلمين سيعاني الناس من نور. هو الجهل اللي هي نور. طبعا غلط. ازن اللي جابها الصحة هتبقى ايه? هتبقى فعلا لتر سي. تمام? نحن اللي باعكات ترجمة من عرب الانجليزي. يجب ان نرشد استهلاكنا من المياه وإلا سوف نواجه مشكلات خطيرة في المستقبل القريب. لتر ايه? we must rationalize our consumption of water. or we will face serious problems in the near future. اعتقد دي ممكن. اه دي ممكن تكون صح. طب نشوف البيعي غلط ليه? we must not rationalize. ايقول لك يجب ولا لا يجب? لا. يجب ان. ازن must not غلط. لان ايقول لك نرشد استهلاكنا غلط دي. وكمان يقول لك ايه? التلوص. نحن نقول الاستهلاك. هنرشد ايه? التلوص. هنرشد استهلاكنا من التلوص ما تنفعش. لتر سي. we must rationalize our consumption of water. or we will not face serious. بقوا إلا لن نواجه طب ما حلوة او لو ما وجهناش ايه مشكلة? ازن we'll not غلط. مفروض ايه? يقول لك وإلا سوف نواجه دي. هو جبها من فيها هنا. لتر دي. we must rationalize our consumption of water or we will hand the serious hand. نمسك hand the serious problems in the near future. لا دي برضو ايه غلط. ازن اجاب الصحي فعلا زي ما انا قلت هتبقى ايه? هتبقى ايه? بعد كده اجاب لي سؤال المقال. how to protect the environment. ايكتب كم جملة? مية وخمسين جملة. نصيحة مني ليك بقى? اولا انا اجاب لك المقال جاهز عشان اسهيلك الموضوع. بس انا عاوزك تقرأ المقال اللي هدولك دلوقتي اطلع منه افكار بنفسك وابدأ انت حاول الافكار دي الجمل تاني بقى باسلوبك انت. لو كتبت اسلوبك موضوع كويس ان شاء الله هتبقى زي الفل في موضوع الايه المقال. طبعا بخلي بالي من سب مسافة من الكلمات عشان دي يكون لها عليها درجات. اول حرف من الجملة كابتل فخر الجملة فيه. خليبك من علامات التركيب لاني عليها درجات في اللي والمدرسين بيصححهم. تمام? الموضوع بتاعنا هوت? جابوا لك جاهز. مقدمة. والموضوع والخاتمة كل الكلام ده كله مترجمه لك برضه عشان اوفر عليك الوقت في المذاكرة. تمام? الملف ده هتلاقي موجود في الوصف اسفل الفيديو. هجاهزه واسيب لك الرابط بتاعه. احنا كده وصلنا الاخر حلقتنا النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك الفيديو لاني ده اكبر ده عاملين عشان نستمر والشارك في القناة وفعل الجرس علشان توصلك لفيديوهات القادمة ان شاء الله. كان معكم مستر عمد العبد من قناة دروس تعلمي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.